موسيقى سجل الذهب اليوم ارتفاعا طفيفا ليصل السعر المثقال الواحد الى 191 الف دينار في حين كان السعر المثقال 189 الف دينار يوم امس يذكر ان مثقال الذهب الواحد يساوي 5 جرامات واصعد الذهب في الاسواق العالمية بنسبة 1% بالتزامن مع تراجع اسواق الاسهم واستثمار التفقات طالب فلاح العميري المدير العام لشركة النفط العالمية ومندوب العراق لدى اوبك المنتجين من اوبك وخارجها باعادة التوازن الى سوق النفط العالمية محذرا من تفاقم الاضرار الناتجة عن تدني الاسعار على الدول المنتجة واضاف العميري ان انهيار وتقل باسعار النفط لم يؤثر على انتاج العراق الذي ينمو بوتيرة ثابتة متماشيا مع الطلب العالمي وذكر ان انتاج النفط العراقي بلغ اكثر من 4 ملايين ونصف المليون برميل يوميا خلال كانون الثاني الماضي قال وزير النفط الفنزويلي ديل بينولي رويترز ان بلاده اجلت محادثاتها مع كل من روسيا والسعودية وقطر بهدف عقد اجتماع بين منتجي النفط من داخل اوبك وخارجها منتصف اذار المقبل وذلك للاتفاق على قرار بتجميد الانتج وتوقع ديل بينو انضمام اكثر من 10 دول لهذا المقترح مضيفا ان موعد ومكان الاجتماع لم يحدد الى الان يذكر ان كل من السعودية وروسيا وقطر وفنزويلا اتفقوا الاسبوع الماضي على تجميد انتاج النفط عند مستويات كانون الثاني بشرط انضمام منتجين اخرين اعلنت الشركة المشغلة لبورصة فرانكفورت وسوق لندن الاوراق المالية عن اجراء مباحثات للاندماج بينهما حيث سيحتفظ اصحاب الاسهم في البورصة الالمانية في حال تم الاندماج باغلبية 54% في الشراكة الجديدة وكانت البورصة الالمانية فشلت في تحقيق عدد من خطط الاندماج مع سوق لندن اضافة الى الاستحواذ على يور نيكست الالكترونية الاوروبية للاسهم في مستردام ونبقى في بريطانيا استفتاع جديد بخصوص بقاء بريطانيا داخل الاتحاد الاوروبي او مغادرتها حدد في منتصف حزيران المقبل الامر الذي اثار موجة متضاربة وسط الشارع البريطاني ببقاء البلد او خروجه من منظمة اليورو حيث تأثر الجنيه الاستردليني بفعل قرار التصويت مسجلا تراجعا كبيرا لم يشهده منذ اعوام المزيد في تقريرنا الاتي بريطانيا التي تمكنت من كسب جميع اصوات الاعضاء في منطقة اليورو واعطائها هامشا من الحرية المالية في الاسواق عند اجتماع دول الاتحاد الاوروبي في بروكسل للسبوع الماضي يدخل اليوم حيث التنفيذ قرار ابقائها ضمن منظمة اليورو او مغادرتها دعوات متضاربة داخل البلد الواحد لابقاء بريطانيا ضمن دول الاتحاد وانفصالها عنها عمدت لندن المعارض لوجود بريطانيا داخل منطقة اليورو بدأ بالحج للتسويق للانفصال والاستقلال المالي للبلد محافظ بنكها المركزي قال ان جنيه الاستردليني بدأ بالتحرك منذ تحديد موعد الاستفتاء الثاني في الثالث والعشر من حزيران المقبل ما دفع الحكومة لوضع خطط الطوارئ سنقوم بالتعامل مع اي صوت سياسي ولن نجعل الامر متعلق بالنتائج فنحن سنقوم باخذ كل التدابير للتصويت وسنضع بين عيوننا تحركات الاسعار والاسواق والاصول الثابتة المستثمرين في الاسواق البريطانية يأخذون حيطتهم بشكل لم تشهده البلد منذ فترة طويلة عند تحديد موعد الاستفتاء وهو الامر الذي يؤثر على مستقبل الجنيه الاستردليني عدد من الشركات البريطانية العملاقة قالوا ان خروج دولتهم من الاتحاد الاوروبي سيؤدي الى وضع الاقتصاد في خطر دعمينا دعوة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون للتصويت على البقاء في المنطقة اما بالنسبة لشروط الاعتمان والتضخم وثراجع اسعار صرف الجنيه الاستردلينية معدلات الرهن العقاري هي قرب ادنى مستوى لها اما بالنسبة لاعتمان العقاري لدينا دراسات بان المؤسسات الكبيرة والصغيرة في البلاد قوية كما كانت عليه ولم تتأثر بقرار التصويت فيما لا تزال ظروف الازمة والتمويل للشركات الكبرى موجودة وهو امر اعتيادي الجنيه الاستريني سجل اكبر خسارة في يوم واحد منذ ست سنوات وذلك بفعل المخاوف من تصويت كتلة الثمانية والعشرين على مغادرة بريطانيا اليورو التصويت على مغادرة بريطانيا الاتحاد الاوروبي لن يؤثر فقط عليها وانما يعرض منطقة اليورو لمخاطر كبيرة بريطانيا التي تسعى دوما لوحدة الاتحاد والتي تعد ثاني اكبر اقتصاد في المنظمة فهل ستغادر عاصمة الضباب منطقة اليورو وما الذي سيخبئه المستقبل لدول الاتحاد الاوروبية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة